عند الحديث عن التاريخ الأوروبي في بعض الأحيان يبدأ الحديث حول روما القديمة وتاريخها وتأثيرها وهذا ما قمنا به في القناة حيث تحدثنا حول روما القديمة وتوسعنا بعدها للحديث حول روما الشرقية والامبراطورية المقدسة وتاريخ ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإنجلترا ولكن حتى يكون هناك دليل شامل حول التاريخ الأوروبي سنتحدث هذه المرة حول تاريخ اليونان هذه الحلقة هي من أكثر الحلقات التي طلبت مني واحتفالا بوصولنا لمائة ألف مشترك سيكون الحديث حول التاريخ بالكامل لليونان من اليونان القديمة حتى العصر الحديث اليونان يوم هي الدولة تمثل حدود الجنوبية الشرقية لأوروبا ويفتخر أهل اليونان بأنهم أحفاد الشعب اليوناني القديم والذي يملك ثقافة تمتد لخمسة آلاف عام كلمة اليونان باللغة الإنجليزية هي غريس وهي قد وصلت لنا من اللغة اللاتينية وبالتحديد من كلمة غريسيا حيث كان أول اتصال قام به الرومان مع اليونانيين هو مع قبيلة الجرايكي القديمة والتي استقرت في جنوب إيطاليا ولكن الاسم المعاصر بين أهل اليونان هو إل آ دا في العصور الكلاسيكية كانت تحمل اسم هيلس ولكن البعض يطلق عليها اليوم كلمة بين الاسم القديم والحديث وهي إلس وبسبب الاسم الكلاسيكي يطلق على الثقافة اليونانية اسم الثقافة الهيلينية أما الاسم العربي يونان فهو مشتق من أحد الأسماء اليونانية القديمة لهذه المنطقة وهو يونانا هذا المصطلح كان منتشر في الفترة البيزنطية ولهذا عندما احتك العرب مع البيزنطيين وتعلموا الثقافة اليونانية استخدموا المصطلح البيزنطي اليوناني والذي كان يونانا وعربوه ليكون يونان بالنسبة للأغريق فقد كانت البيئة كل شيء بالنسبة لهم اليونان كانت في وضع ثريد وهم كانوا في إقليم صغير مقارنة بالحضارات الآسيوية الأخرى بالإضافة إلى ذلك كانت اليونان تتكون من مساحات صغيرة محاطة بجبال عالية وتلال من جميع أنحائها مما ترك الإغريق معزولين عن بعضهم البعض ولهذا لم يكن هناك وعي موحد فاضطرت المجتمعات الإغريقية أن تتعلم كيف تصبح مستقلة ومنه بدأت المنافسة بينهم كان للبحر أهمية حقيقية حتى في البر الرئيسي البحر الأبيض المتوسط لم يكن عقبه بل كان وسيلة للتوسع والامتداد للأغريق حيث استوطنوا الجزر المجاورة وأصبحوا بحاري محترفين وتوسعوا في النهاية وأسسوا مستعمرات في جميع أنحاء البحر كان الشكل اليونان على النحو التالي جنوب خليج كورنيث كانت بلوبنيز وهي متصلة ببقية البر الرئيسي بشريط صغير يسمى شط الكورنيث وكانت هناك سهول خصبة وثلال ووديان في البلوبنيز ولكن أشهر موقع كان سبارتا وألمبيا وأيضا هناك مدينة أثينا وهي موجودة في شمال شرق البر الرئيسي اليوناني ومدينة ثيبس في شمال غرب أتيكا وهناك أيضا ثيسالي والمعروفة باسم أيولا والمشهورة بسهولها الخصبة الكبيرة لزراعة الحبوب والتربية الخيول أما الشمال ثيسالي فكانت مقدونية وهي المنطقة التي اتبعت طريق مختلف عن باقي مدن الدولة اليونانية وسيكون لها أهمية حقيقية في نهاية القرن الثالث قبل الميلاد قبل الإغريق كانت أول حضارة في منطقة بحر إيجا هي الحضارة التي نعرفها اليوم باسم الحضارة الميونية والتي ظهرت في جزيرة كرت في حوالي عام 3500 قبل الميلاد وتطورت أكثر في صناعة البرونز في حوالي 3000 قبل الميلاد رغم أنه لم يتم ربطهم كثيرا مع التاريخ اليوناني إلا أن المينيين ليسوا إغريق على الإطلاق وكان لهم تأثير على البر الرئيسي هذه الحضارة تم اكتشافها من قبل آرثر إيفانز عالم الآثار الإنجليزي والتي أطلق عليها اسم الحضارة الميونية نسبة إلى الملك مينوس الملك الأسطوري لكرت اكتشف آرثر بقايا مجتمع وقصر كبير في نانسوس والذي كان على الأرجح مركز للحضارة الميونية التي امتدت بعيدا خارج الجزيرة كان أهل الحضارة الميونية خبراء في السفر البحري وكانوا على اتصال مع مصر في الجنوب وأثروا على القبائل الهيلينية على البر الرئيسي وبحلول عام 2000 قبل الميلاد طورت الحضارة الميونية مراكز حضارية متطورة ودخلت فترة من الازدهار كان القصر هيكل جميل يتضمن غرف لإنتاج الجرار الفخارية المزخرفة وغيرها من الأعمال الفنية وكانت هناك حمامات بها أنظمة صرف صحي معقدة تشبه تلك الموجودة في وادي نهر دجلة هذا تطور والنظام لم يظهر في أوروبا مرة أخرى لألف سنة قادمة كان القصر مزين برسوم جدارية كبيرة تصور الرياضة والحياة البحرية ولكن بحلول عام 1450 قبل الميلاد دمر القصر ومنه تراجعت الحضارة الميونية يعتقد المؤرخون بأن ثوران بركان أو زلزال كان سبب في انهيار أول حضارة في أوروبا بعد الانهيار لم يكن الميونيون قادرون على مواجهة غزو من البر وبحلول عام 1100 قبل الميلاد انهارت الحضارة الميونية بشكل حقيقي خلف أهل الحضارة الميونية الغزال يونانين والمعروفين باسم الميكينين وتم تسميتهم بناء على موقع ميكيناي والذي تم اكتشافه من قبل عالم الآثار الألماني هاينريتش شلمان في منتصف القرن التاسع عشر الميكينيون هم من قبائل الهند وأوروبية وانحدروا من نفس أصول أهل بلاد فارس والهند والحيثيين من الشرق الأوسط يعتقد أنهم هاجروا من الشمال في حوالي عام 1900 قبل الميلاد وبحلول 1700 قبل الميلاد كانوا قد طوروا ثقافتهم الممتدة وازدهروا في البر الرئيسي وبحلول عام 1400 قبل الميلاد وصلوا لقمة حضارتهم من خلال مدن صغيرة مرتبطة بحكومة مركزية والأغراض الدفاع تم بناء المدن في مناطق عالية في التلال وتمت حمايتها بجدران كبيرة من الحجر الجيري بتقنية سمية بالحجر الدوري وعلى رغم أن هذه الحضارة الصغيرة كانت مستقلة لكنها كانت مرتبطة بالثقافة مشتركة وحلفاء مشتركين كان الميكينيين وهيمنون على جنوب اليونان وكرت والجزر أخرى وعلى عكس المينيين كان الميكينيين مثل نظراءهم الهندو أوروبيين عاشقين للحرب ويعتقد أنهم هم من أنهوا قوة أول حضارة أوروبية بشكل كبير انتشر الميكينيون في جميع أنحاء بحر إيجا بسلسلة من الحملات العسكرية وكانت هذه الحملات موثوقة من قبل أشهر شاعر يوناني في التاريخ وفقا لهومروس غزل ميكينيون بقيادة الملك أجاممنون الساحل الأناظولي في منتصف القرن الثالث عشر قبل الميلاد وهذا الأمر تأكت من خلال الآثار التي اكتشفت في المنطقة وخلال انهيار العصر البرونزي المتأخر أحرقت ميكينتاي ودمرت المراكز الحضارية الأخرى في اليونان بسبب دخول الغزاء من الشمال وبحلول عام 1100 قبل الميلاد انهارت حضارة الميكينيين المزدهرة لتدخل اليونان في عصر الظلمات هذه العصور المظلمة والتي استمرت لحوالي ثلاث قرون شهدت انخفاض شديد في السكان وتناقص حاد في الغذاء تم التخليع على المراكز الحضارية بينما أصبحت الحياة الريفية أكثر اعتدالا المعلومات عن هذه الفترة قليلة جدا لهذا هناك غموض حولها بشكل كبير وفي نهاية العصور المظلمة بدأت الزراعة في الازدهار مرة أخرى وبدأ عدد السكان في الازدياد يتم تصنيف اليونانيين على أنهم أربع قبائل رئيسية أولهم الأيونين والذين هاجروا من مناطق أخرى من بحر إيجا واستقروا على الجزر العديدة القابلة للسكن والمهمة على الساحل الأناظوري وهي المنطقة التي ستسمى لاحقا باسم أيونا ثم هناك الأخيون والمقيمين في شمال البيولونيز والأيولين والذين ينحدرون من تسالي وهم هاجروا عبر البحر هاربين أخيرا هناك الدوريين وهم استقروا بشكل رئيسي في البيولونيز ولكن أيضا في بعض الجزر في بحر إيجا وعلى كريت تعافى الاقتصاد وشهدت التجارة انتعاش ليحل الحديد محل البرونز خاصة في صناعة الأسلحة مما جعل السلاح أكثر وفرة وفي نهاية العصر المظلم اعتمد اليونانيين الأبجدية الفينيقية وهو نظام ساهم في تدوين أهم الأعمال في اليونان القديمة ومنه ظهر هومروس المؤلف الأسطوري للإلياذا والأودسي القصائد التي كانت أساس للأدب الغربي الإلياذا والأودسي كانت في الأساس قصائد تنقل بشكل شفاهي في المجتمع اليوناني الإلياذا تحكي قصة حرب طروادة مع التركيز على البطل اليوناني أخير حيث بدأت الحرب عندما اختطف باريس أحد أمراء طروادة من أنظوليا هيلين زوجة ميلينوس ملك سبارتا ثم هاجمت تحالف يوناني طروادة لاستعادة هيلين مما أدى إلى حرب طروادة والتي استمرت لعشر سنوات وتروي الأودسي قصة أوديسيوس أحد قادة اليونان ومغامراته في العودة إلى زوجته بيلينوبي في اليونان وقد طرحت ملخص شامل للإلياذا والأودسي في سلسلة خاصة جمعت هذه القصص بينها عظمة العصر الميكيني والظروف الاقتصادية والاجتماعية المظلمة للعصور المظلمة أيضا لا يشار إلى هومروس اليوم باعتباره مؤرخ بل ككاتب أو في بعض الأحيان شاعر اعتبر اليونانين أعمال هومروس على أنها تاريخ اليوم على رغم من الشك في صحة بعض الأحداث التي ذكرها هومروس لكنها مفيدة لفهم المجتمع اليوناني هذه الأعمال أعطت اليونان ماضي مدون وأدب للدراسة والاستفادة كان يدرس للذكور اليونانين وتتضمن الدراسة أيضا للقيم الخاصة مثل السعي للتميز والقتال من أجل القبيلة هذا النمط من التدريس يحمل اسم إيريتي وهو نمط معتمد في كل قصص الأبطال حيث أن البطل يحقق كل أماله بعد التغلب على الصعاب وهذا هو موضوع اللياذا في حين تسعى النساء أيضا للتميز ولكن بوسائل مختلفة في الأوديسة بقت بالنروبي وفية لأوديسيوس على الرغم من انفصالهم لأكثر من عشر سنوات وحافظت على بيتها ومنعت الرجال الآخرين من إفساد عائلتها اتخذت الطبقات الأرستقراطية هذه الفضائل على محمل الجد وأصبحت أعمال هومروس شعبية جدا قصصه كانت حافز لدى اليونانيين ليحملوا الشعور بالأخلاق والفضيلة وبدأ من حوالي عام 800 قبل الميلاد خضعت اليونان لثورة حقيقية حيث تحولت القرى الصغيرة إلى مدن مستقلة كبيرة ليبدأ عصر جديد عرف باسم اليونان الإراخية اتخذت الحضارة اليونانية الشكل الحقيقي حول البوليس حيث يجتمع مواطنون البوليس حول منطقة مركزية في بعض الأحيان يكون في تلال مثل الأكروبول في أثينا وذلك لعقد المؤتمرات السياسية أو الدينية ولكن الاجتماع الشعبي والحياة اليومية يكون عادة في الأغورا وهو سوق مفتوح يستخدم أيضا كمكان للتواصل بين المواطنين كان جميع البوليسات بأشكال وأحجام مختلفة ويعتقد أنه كان هناك أيضا أكثر من ألف بوليس المدن الرئيسية عادة كانت أكبر حجما فأثينا مثلا كان عدد السكان فيها يتراوح بين 250 إلى 370 ألف نسمة بنهاية الفترة العراقية ورغم أن اليونانيين كانوا يفتخرون بنظامهم السياسي المعتمد على البوليس لكن الناس كانوا غير متساوين في المجتمع حيث كان هناك طبقات مختلفة فالذكور البالغون اليونانيون كانوا يتمتعون بحقوق سياسية كاملة في حين أن النساء والأطفال مواطنون ولكن بحقوق أقل وأيضا يعتبر العبيد والأجانب غير مواطنين على الإطلاق يتمتع المواطنون بحقوق ولكن بمسؤوليات لمصلحة الحكومة في البوليس عليهم أن يضعوا مصلحة المدينة قبل المصلحة الفردية وهذا أدى إلى المزيد من الصراعات بين مختلف المدن اليونانية مما أدى لظهور نظام عسكري جديد مع توفر المزيد من الموارد تمكن اليونانيين في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط من الحصول على الربح حقيقي من طريق التجارة وهذا زاد من ثراء الكثير في المجتمع لهذا أصبحت من الصعوبة انتلاع ثورة حقيقية داخل أراضي اليونان المعارف العصور المظلمة اليونانية كانت تتمثل في الغالب من قائد يركب الحصان يواجه قائد معارض في حين يتقاتل الجنود بالأقدام ولكن مع زيادة الثروة في المجتمع أصبح بإمكان الأغنياء تجهيز أنفسهم بشكل أفضل وصنع دروع أفضل وأيضا بدأوا باستخدام رماح طويلة تصل لأربعة عشر قدم كأسلحة والتي تحمل اسم دروي أو دورو وإذا انكسر هذا السلاح يمكنهم استخدام سيف صغير قصير يسمى زيفوس أما في الدفاع فكانوا يملكون دروع مكونة من الخشب السميك والبرونز والجل وكانت هذه تعرف باسم هوبلونز هذا النوع من الجنود حمل اسم الهيوبلونز يقاتل الهيوبلونز في مجموعة مع الهيوبلونز الآخرين المعروفين باسم الفلاكنس ويعملون كوحدة واحدة كل هيوبلوت يقف كتف بكتف مع الهيوبلوت الآخر والذي يستخدم دروعه لحماية الهيوبلوت الذي على يساره أما لمن هم في الصفوف الأمامية فهم يرفعون رماحهم فوق حائط الدروع للتصدي للعدو استمر الهيوبلوت ليكون الأساس في الجيش اليوناني لعدة قرون هذا التغيير في شكل الجيش اليوناني أضاف طبقة جديدة من الفرسان وهما فتح مجال للمزيد من المواطنين للوصول لهذه الدرجة في الجيش حيث أصبح بإمكان الفلاحين أن يصبحوا هيوبلوت إذا اشتروا الدرع ومن قاتل الأرستقراطين في الفلنكس جنبا إلى جمع الطبقات الدنيا كانت الحروب محور حياة اليونانيين وكانت الجيش تتدرب بانتظام وهو ما أضاف لهم ميزة حقيقية في التاريخ اليوناني بخلاف ظهور البولوس كان الموضوع الآخر الرئيسي في هذه الفترة هو الاستعمار اليوناني خلال فترة بين عام 700 قبل الميلاد حتى 500 قبل الميلاد هاجر اليوناني من البر الرئيسي بسبب التكدس السكاني وأسباب اقتصادية مختلفة واستقروا عبر البحر الأبيض المتوسط وهناك أسسوا مدن مستقلة على الأرض الرئيسية والتي عرفت باسم الدولة الأم أو المترو بوليس انتقل اليونانيين غربا وأسسوا مستعمرات في جنوب إيطاليا هذه المستعمرات أسماها اليونانيين لاحقا بماغنا كريتا أيضا أسسوا مستعمرات في جنوب فرنسا وإسبانيا والشمال الأفريقية والشمال الشرقي من تراقيا حول البحر الأسود أهم هذه المستعمرات كانت في البسفور وهي مدينة بيزنطة والتي أصبحت العاصمة للإمبراطورية البيزنطية جلب توسع اليونانيين ليس فقط ثقافة اليونانية إلى الأراضي الأجنبية ولكن أيضا أعطى اليونانيين هوية خاصة وشعور بالوطنية أكثر وجدت المدن اليونانية المستقلة أن لديها الكثير من المشتركات مع جيرانها وكانت هناك فائدة اقتصادية لليونانيين مع التواصل مع المستعمرات وبالتحديد في مجال التجارة كان المستعمرات إمكانية للوصول إلى أنواع مختلفة من الموارد والتجارة مع الميتروبيلس الرئيسي حيث ترسل مستعمرات المعادن والحبوب في حين أن المستعمرات على البحر الأسود توفر هذه الأشياء بالإضافة إلى الأخشاب والعبيد بالمقابل كانت تستورد المستعمرات البضاع اليونانية مثل النبيذ وزيت الزيتون والفخار ومع زيادة التجارة نمت طبقة تجارية جديدة وأتت سريعا لتصطدم مع الطبقات العليا الأرستقراطية التي كانت تحكم حيث أن النخب كان عددهم قليل وهذا أدى إلى ظهور ما سمي باليونانيين الطغاء وهم حكام لم يكونوا بالضرورة الطغاء بالتعريف المعاصر ولكنهم فقط حصلوا على السلطة من خلال وسائل غير تقليدية كان العديد من هؤلاء مدعومون من قبل طبقات الجدد وطبقة الفلاحين الذين كانوا مدينين للأرستقراطيين الذين يملكون الأراضي وعندما تولى الطغاء الحكم عانى الأرستقراطيين ولكن الطبقات الدنيا ازدهرت فتم بناء أسواق جديدة بالإضافة إلى المعابد والبنية التحتية الأخرى التي عادت بالنفع على التجار والفلاحين وعلى رغم أن الطغاء كانوا في كثير من الأحيان شعبيين فأنهم في النهاية تجاهلوا مصلحة الشعب والذي كان بطبيعته يحترم الشرعية وفي بعض المدن ساعد الطغاء على التغلب على حكم الأرستقراطيين وقادوا المناطق لنظام حكم شعبوي أو ديمقراطي وفي المدن الأخرى حافظوا على بعض أشكال الحكم القديم أو أشكال أخرى من الحكم غير الديمقراطي وكانت سبارتا وأثينا أكثر أهمية من بين هذه المدن كانت سبارتا في جنوب شبه الجزيرة في لكونيا تعتبر أقوى قوة عسكرية على الأرض في جميع اليونان القديمة ولكن هذا لم يكن دائما الحال بخلاف تاراس المستعمر التي أصبحت تارينيوم اتسعت سيطرة الإسبارتيين أكثر على الأرض من البحر وفي أواخر القرن الثامن قبل الميلاد اتسعت سلطة الإسبارتيين غربا وسيطروا على ميسينة وهو أقليم من الأراضي الخصبة الواسعة استعبد الإسبارتيين أهل ميسينة ولهذا كان هناك تهديد دائم بقيام ثورة أو تمرد حيث كان أهل ميسينة أكبر عدد من الإسبارتيين ويعتقد أن هذا الخوف الدائم أجبر الإسبارتيين على تبني نظام الدولة العسكرية الصارمة اعتمد الإسبارتيين إصلاحات قانونية والتي نسبت إلى المشروع الأسطوري لايكورغوس حيث أن لايكورغوس هو شخصية أسطورية في اليونان القديمة وهو مشهور بدوره في وضع القوانين والإصلاحات القانونية في سبارتا ينسب إليه تأسيس دستور سبارتا والقوانين التي حكمت الحياة الاجتماعية والسياسية فيها يعتبر لايكورغوس من الشخصيات الأسطورية التي أثرت على تشكل المجتمع والحياة السياسية في سبارتا تاريخه ودوره في تشكيل المجتمع الاسبارتي وطريقة حياتهم الفريدة محل جدل كبير في السياق التاريخي والفلسفي ولهذا أصبحت المجتمعات صارمة وقامعية حيث سيطر الاسبارتيين على السلطة والشعب ولهذا كانت الحكومة تأخذ الأولاد من أعمار سبع سنوات من عائلتهم ليخضعوا للأغوكي النظام التدريبي الشاق حيث كانوا يقضون وقتهم مع بعض وينامون في معسكرات في ظروف خاصة ويحصلوا على تدريب قاسي وصارم وفي سن العشرين يتم نقلهم إلى الخدمة العسكرية بدوام كامل وعند زواجهم يعيشون منفصلين عن عوائلهم بل أن طعامهم يكون في قاعات مشتركة مع كل الجنود يوصف الطعام الذي يأكله الجنود الاسبارتيين على أنه سيء لدرجة تجعل الجندي لا يخاف من الموت فحياته أساسا بلا طعم وبحلول عام 830 قبل ميلاد حصل الجنود الاسبارتيين على حق التصويت في الجمعية العامة ليحصلوا على حق العيش في منازلهم وزوجاتهم على أن يختموا في الجيش حتى عمر الثلاثين عام نظام التدريب الصالم للرجال في اسبارتا أعطى المرأة الاسبارتية المزيد من الحقوق مقارنة بغيرها من المدن بسبب عدم عيشهم مع أزواجهن حتى سن الثلاثين ولهذا كان لديهن الحق في الإشراف على الأراضي الواسعة والتملك وتورث الأراضي وكان بإمكانهم الخروج والعودة حسب رغبتهم بل أنه في وقت كانت المرأة تملك ما يقارب الأربعين بالمئة من أراضي اسبارتا وفي المقابل كان يجب عليها رعاية الأطفال والحفاظ على صحتها وممارسة التمارين الرياضية بشكل كبير أيضا اعتمدت المرأة القيم الاسبارتية في الشجاعة في الحرب وعدم الحزن إذا قتل الزوج أو الإبن في المعركة لأنهم ولدوا ليموتوا من أجل الدولة أحدثت الإصلاحات أيضا تغيير في نظام الحكومة الاسبارتية حيث كانت الحكومة بإدارة ملكين من عائلتين مختلفتين بهدف الحفاظ على التوازن بينهما وكان على الملكين مسؤولية قيادة القوات الاسبارتية في المعركة وكانت مجموعة الإيفوروس مكونة من خمسة رجال يشرفون على التعليم والقضايا المدنية والجنائية وكان أيضا هناك مجلس الشيوخ أو القروسيا والذي كان مكون من 28 عضو من سن الستين وأكثر حيث يتم انتخاب كلهم من الإيفوروس والقروسيا من قبل جمعية المواطنين حذت الحكومة على عدم تعلم الفلسفة والأدب أو أي نوع آخر من الفنون لم يكن بإمكان الاسبارتين حتى السفر خارج اسبارتا إلا إذا كان ذلك للغرض العسكري وبالمثال كانت اسبارتا تنظر باحتقار الأجانب الزائرين خوفا من أن يجلبوا معهم أفكار جديدة وفي عام 550 قبل الميلاد استخدمت سبارتا قوتها العسكرية لإنشاء التحالف في البلونيز هذا التحالف سمي باسم التحالف البلونيزي حيث كانت سبارتا أقوى عضو في هذا التحالف وكانت قائدته ومعمر الوقت نمى هذا التحالف وتوسع فأصبح يشمل مدينة الرئيسية الأخرى في اليونان أثينا كانت أثينا تقع على شبه الجزيرة الأتيكية أيضا في جنوب اليونان وبفضل البحر الذي كان دائما أمامهم تمكنوا في النهاية من السيطرة عليها تم تأسيس أثينا في الفترة الأريخية وحكمت في البداية بالنظام الملكي وتم تحويله بعد ذلك للنظام الأوليقراشي النظام الأوليقراشي هو نظام سياسي تميز بحكم قلة من الأفراد أو العائلات أو الطبقات الاجتماعية في هذا النظام القرارات والسلطة تكون مركزية في أيدي القلة الصغيرة وغالبا ما تكون محصورة على الأثرياء والنبلاء أو مجموعات النفوذ في أثينا كانت تتولى الحكم مجموعة من الأرستقراطيين الأعلى رتبة والذين كانوا يسيطرون على الأرض وشؤون المواطنين الدينية والسياسية حيث كانت تساندهم مجموعة من تسعة أشخاص يسمون الأرخونيين وأيضا كانت توجد جمعية المواطنين ولكنهم لا يملكون سوى القليل من السلطات لكن في حوالي عام ستمية قبل الميلاد انهار النظام الاقتصادي في أثينا فالمزارعون قد أخذوا قروض لدفع ديونهم لأصحاب الأراضي ولم يتمكنوا من سدادها وبدلا من ذلك أصبحوا عبيد لهم مع زيادة عدد المزارعين الذين أصبحوا عبيد كانت هناك مطالبة بسداد القروض ويعادة توزيع الأراضي على المزارعين الفقراء الذين يعملون بها وخشة من اندلاع ثورة اخترى الارستقراطيين النبيل الحكيم سولون ليكون الأرخوني الوحيد في عام 594 قبل الميلاد وعطيت له السلطة الحصرية على الحكومة لإصلاح المشاكل الاقتصادية في عاد سولون تم إلغاء جميع ديون الأراضي وتحرير المزارعين الذين أصبحوا عبيد بسبب الديون وحضر إصدار القروض باستخدام الإنسان كضمان رغم هذا كانت الإصلاحات متواضعة انتهت إصلاحات سولون بعدم رضاء الطرفين ولكنها ساعدت في التخفيف من مستويات الفقر لمدة قرن من الزمن الوضع ازداد سوء وبالتحديد على طبقة المزارعين يصعد طاغية آخر وهو بيسيستراسوس حيث تولى السلطة في عام 560 قبل الميلاد وكان شعبي بين الطبقة الفقيرة والطبقة الوسطى من التجار بسبب سياساته التجارية ولكن ابنه بعد ذلك لم يحظى بشعبية ولهذا في عام 510 قبل الميلاد اندلعت الثورة وطاحت بحكمه حاول الأرستقراطيين السيطرة مرة أخرى ولكن ظهر مصلح آخر وهو كليستينيس وكان له أفكار أخرى ولهذا اندلعت الثورة الأثينية في عام 508 قبل الميلاد والتي كانت بداية النهاية لنظام الحكم الأوليقراشي تحت حكم كليستينيس تم إنشاء مجلس الخمسمية وهو مجلس يتألف من الممثلين للديموس أو المناطق المختلفة في أثينا وكانت مهمتهم الرئيسية هي الإدارة المالية وأعداد القضايا لتقديمها للحكومة وكانت هذه الجمعية التي تتألف من جميع المواطنين الذكور مخصصة لمناقشة القضايا وثم التصويت على القوانين الجديدة وهو ما أعطى سلطة للشعب ليكون أساس للديمقراطية المعاصرة الحقيقة أن كلمة الديمقراطية هي الدمج لكلمتين ديموس وكراتوس ديموس وهي تشير إلى الشعب أو الجماهير في اللغة اليونانية وكراتوس وهي تشير إلى حكم أو سلطة وهذا يعني أن الديمقراطية تعني حرفيا حكم الشعب أو سلطة الشعب وبحلول نهاية الفترة الأريخية أصبحت أثينا واحدة من أهم المدن الرئيسية في اليونان خلال الفترة الأريخية يعتقد أن اليونانيين من خلال تواصلهم مع مصر تعلموا صنع التماثيل الحجرية الكبيرة التي تحمل اسم كوروري كان اليونانيين أيضا متصلين مع الحضارات الأقدم والأكثر تقدما من خلال بحر إيجا ولهذا برز الفن وبالتحديد نحت التماثيل في أتيكا وبويوتيا وكان الفن دائما يصور التماثيل على هيئة شابة ومع توسع اليونانيين في البحر الأبيض المتوسط اتصلوا مع ثقافات معاكسة لهم وبالتحديد في الشرق كانت إمبراطورية الفرس ممتدة في الشرق وبحلول 500 قبل الميلاد كانت المدن الأيونية في اليونان الأولى قد خضعت للحكم الفارسي ولكن في عام 499 قبل الميلاد تمردت المدن الأيونية بمساعدة من أثينا وحرقوا عاصمة سرديس على الرغم من أن التمرد قمع إلا أن الإمبراطور الفارسي داريوس تعاهد بالانتقام من أثينا لدورهم في الانتفاضة وقد تحدثت عن إمبراطورية فارس الأولى في حلقة خاصة لهذا في عام 490 قبل الميلاد غزت فارس اليونان فوصلوا للسهول خارج بلدة ماراثون ولكن على رغم من التفوق العددي لكن الأثينيون بقيادة ملتيادس أفضل تدريبا ولديهم استراتيجية أفضل حيث هاجموا القوات الفارسية وأنقذوا اليونان من الغزو وبحلول عام 486 قبل الميلاد توفى داريوس ليصل للحكم زركسيس والذي كان أكثر قسوة من سلفه وقرر غزو اليونان انتقاما منهم في اليونان أقنع ثيمستوكليس أثينا ببناء بحرية هذه البحرية أصبحت العمود الفقري للجيش الأثيني ولهذا عندما غزت فارس مرة أخرى في عام 480 قبل الميلاد كان لدى الأثينيين أسطول يتكون من أكثر من 200 سفينة مزودين بثلاثة صفوف من زوارق قاد زركسيس جيش من 70 إلى 360 ألف جندي برفقة أكثر من 600 إلى 800 سفينة حربية وفي هذه المرة غزوا من الشمال وتقدموا عبر الجبال ولتأخير الفرس قام الاسبارتين بقيادة الزعيم ليونيداس بإعاقتهم في ممر ضيق في ثيرموبولي التضاريس ساهمت في عرقلة الأعداد الهائلة للفرس لكن اليونانيين وجدوا أنفسهم محاصرين بشكل كبير من الجيش الفارسي قاتل ليونداس وثلاثمين من أفضل محاربي حتى الموت لتنتهي العملية الانتحارية هذه بموت أغلب المحاربين واستسلام الآخرين ولهذا كلم يكن هناك أي شيء يفصل بين أثينة والقوات الفارسية وهنا قام الأثينيون بترك المدينة تحترق كانت البحرية اليونانية في سواحل جزيرة سلاميس إلى الجنوب واستطاعوا خداع أسطول الفرس في معركة قصيرة ورغم أن عدد الفرس كان ضخم لكن المساحة الضيقة للبحر خدمت اليونانيين ليهزم أسطول الفرس ويضطر ساركسيس للتراجع وفي عام 478 قبل الميلاد بعد بضعة أشهر فقط جمع الأثينيين أكبر جيش لهم على الإطلاق وقرروا الذهاب في هجوم لاستعادة أراضيهم في الشمال التقوا الفرس في معركة بلاتيا والتي كانت انتصار حاسم لليونانيين لتصد اليونان هجوم الفرس الثاني بسبب تهديدات الفرس والخوف من محاولة أخرى أنشأت أثينا تحالف في عام 478 قبل الميلاد سمي باسم التحالف الديلياني بحيث يكون المركز الرئيسي في جزيرة ديليوس وبقيادة أثينا هذا التحالف استطاع استعادة بحر إيجا والجزر التي احتلها الفرس وفي عام 554 قبل الميلاد نقل الأثينيون المركز من ديليوس لأثينا وبهذا انتقل الاتحاد ليكون إمبراطورية أثينية متحدة هذا الإعلان تسبب في بداية العصر الذهبي اليوناني حيث أن السنوات الأولى من 461 قبل الميلاد حتى 429 قبل الميلاد تعرف باسم عصر بريكلس نسبة إلى الشخصية الرائدة التي وسعت الديمقراطية وقادت أثينا خلال ذروة عصرها الكلاسيكي أصبح المجلس الشعبي عمود السياسة وكان مفتوح لجميع الرجال الذين يتجاوز عمرهم الثمنتاشر عام حيث ناقشوا القضايا وأقروا القوانين وكانت لهم الكلمة الأخيرة في السياسة الخارجية والعمل العسكري بحيث أنهم كانوا يجتمعون كل عشرة أيام شرق الأكروبوليس وعلى رغم أنه لم يشارك سوى واحد من كل ثمانية مواطنين في المجالس إلا أن هذه التجربة لا تزال أكثر تجربة ديمقراطية مباشرة تم تطبيقها من قبل دولة كانت الشؤون اليومية تدار من قبل مجلس الخمسمية المسمى البولي والذي يتم اختيارهم بشكل عشوائي وكانوا يتولون المناصب لمدة عام واحد كانت هذه المدة القصيرة تعني أن معظم الرجال يشغلون هذا المنصب في وقت ما خلال حياتهم كان الاستراتيغوري أو قادة الجيش مجموعة من عشرة جنرالات حيث كانوا مسؤولين منتخبين وكانوا يديرون شؤون الدولة وكثيرا ما كان هؤلاء الرجال يسعون للمجد من أجل إعادة انتخابهم كان بريغليس ساحل لدرجة أنه تم إعادة انتخابه كجزء من الاستراتيغوري لمدة 29 عام وقد قام بفتح مكاتب عامة للطبقة الفقيرة وقدم أجور من الدولة لأصحاب المناصب وهذا يعني أن المواطني الفقراء يمكنهم تحمل تكاليف العمل في الدولة وعلى رغم من أن معظم جوانب الحكومة كانت ديمقراطية نظريا إلا أن النظام لم يكن مثالي حيث أن الطبقة الأرستقراطية كانت مسيطرة على معظم المناصب الحكومية الهامة والنساء والعبيد والمقيمين الأجانب لا يملكون حقوق متساوية رغم هذا ازدهرت أثينا خلال عصرها الكلاسيكي استخدم هيراكلس أموال الخزانة لعادة بناء أثينا بشكل أكبر وأفضل من أي وقت مضى بحيث ازدهر الفن وازدهرت الفلسفة وتم بناء المعابد والتماثيل الجديدة وأصبحت أثينا المصدر الرئيسي للثقافة اليونانية ولكن هذا العصر الذهبي كان مهدد لبقية مدن اليونان خلال هذا الوقت انقسمت اليونان إلى معسكرين مختلفين الاتحاد البليونيزي والذي كانت تتزعمه سبارتا أكبر جيش بري في اليونان والاتحاد الديلي والذي كان تحت قيادة أثينا أكبر قوة بحرية في اليونان أدت النزاعات إلى حروب صغيرة وأدت في النهاية إلى الحروب البليونيزية الكبرى في عام 431 قبل الميلاد صار الاسبارتيون إلى أثينا على أمل مواجهتهم في سهول مفتوحة لكن الأثينيين بقيادة بيركلس قرروا البقاء داخل الجدران الدفاعية لأثينا بحيث توفر لهم البحرية الطعام خارج المدينة دمر الاسبارتيون للريف وحرقوا المزارع والحقول في حين بقى الأثينيون داخل الأسوار دون مواجهة وفي عام 430 قبل الميلاد بعد عام واحد فقط من بدء الحروب انتشر وباء قاتل في أثينا عن طريق أحد موانئها عانت المدينة من هذا الوباء والذي تسبب في موت ما بين 75 حتى 100 ألف مواطن يعتقد أن نسبة الموتة كانت بين الربع أو ثلث السكان بل أن بريكلس أصيب بالمرض والتوفى في عام 429 قبل الميلاد هذا الوباء أضعف أثينا ولكن الحروب استمرت لمدة 30 عام تقريبا نهاية المعركة كانت في عام 405 قبل الميلاد بخسارة أثينا في معركة إيغوسبوتاني عندما خسرت بحريتها على يد أدميرال سبارتي جديد وفي عام 404 قبل الميلاد انتهت الحروب البلوبونزية حيث استسلم الأثينيون وتم تدمير جدران أثينا لتنتهي الإمبراطورية الأثينية الحقيقة لم يكن هناك فائز حقيقي من هذه الحروب فقد تضررت اليونان بأكملها وأصبحت التحالفات مستحيلة شهدت العقود القليلة التالية تحول الهيمنة بين سبارتا وأثينا وأيضا استطاع ثيب الصعود بعد الفراغ السلطوي كانت الثقافة في اليونان الكلاسيكية أمر مميز جدا يعتبر تاريخ الحروب الفارسية لهيرودود أول نص تاريخي تم كتابته في الغرب رغمنا الكثير يرى بأن النص لم يكن حيادي فقد حدد الصراع على أنه بين الحرية والاستعبات ولكتابة أعماله سافر هيرودود لمسافات طويلة وأجرى مقابلات مع شهود عيان ليحمل اسم أبو التاريخ رغم عدم دقته في النقل لكن ثوكيديديس كان أكثر دقة ولهذا اعتبره البعض أبو التاريخ الحقيقي شارك ثوكيديديس بالحروب البيولونزية بجانب أثينا لكن بسبب العدوات التي أطاحت به تم نفية وكان في المنفى عندما كتب عمله الرئيسي تاريخ الحروب البيولونزية والذي كان أكثر تحليلا من تاريخ هيرودود حيث تحقت من شهادات شهود العيان وحاول أن يكون موضوعي يعتبر ثوكيديديس التاريخ أمر مهم لأن الحالة الإنسانية تؤدي إلى ظهور حالات سياسية مماثلة مرارا وتكرارا وعلى مر الأجيال كان المسرح اليوناني يعرض على الهواء الطلق خلال الأحداث الدينية تتبع هذه المسرحيات جميعا نفس النمط حيث يكون هناك ثلاث ممثلين بأقنعة تؤدي جميع الأدوار كانت المآسي جزء مهم من المسرح اليوناني حيث تحكي القصص عادة عن بطل يحارب محنة وغالبا ما ينتهي الأمر بنتائج سلبية اليوم فقدنا الكثير من هذه القصص ولكن أقدم ما وصل لنا هو من كتابة أكلوس أو والد المآسي ومن أشهر ما وصل لنا هو أوريستيا حيث تدور المأساة حول قتل الملك أغاممنون على يد زوجته بعد عودته من حرب طروادة بعد ذلك يتم قتلها من قبل ابنهما أوريستيس والذي ينتقم لوالده والذي يتعرض للتعذيب ويحاكم في النهاية من قبل أثينا واحدة من الموضوعات الرئيسية هي دائرة المعاناة والتي يمكن أن تأتي من الشر ولده سوفوكيليس والذي كان أشهر كاتب مسرحي في القرن الخامس قبل الميلاد كانت من إحدى رواعه إيديبوس الملك وهي قصة تتنبى بأن الأورال سيقتل إيديبوس ويتزوج أمه وعلى الرغم من محاولاته لمنع ذلك لكن النتيجة لا مفر منها وتتحقق النبوة في النهاية الموضوع الرئيسي هنا هو الإيرادة الحرة حيث يعتبر إيديبوس نفسه رجل حر ولكنه يتبع النبوة على الرغم من محاولاته عدم القيام بذلك أما انتيغون فهو عمل آخر من أعمال سوفيكولوس الشهيرة في هذه المسرحية تتعرض انتيغون ابنة إيديسيوس للتقاطع بين رغبات الآلهة في النعي ودفن شقيقها الخان أو الاستماع إلى كريون ملك ثيب ورفض إعطاء الجثة مكان للدفن النهائي وطبعا هذا الصراع انتهى بمأساة وفي وقت لاحق تطورت المسرحيات ليعطى الأبطال قضايا أخلاقية مثلا كانت هناك مسرحيات إيكولوس وصوفوكولوس وأوروبيدوس تتعامل مع المواضيع التي لا نزال نراها في وسائل الإعلام اليوم من الأفكار السياسية حول الخير والشر إلى مواضيع معقدة مثل طبيعة الإنسان تطور نظام القصة الذي يعتمد على الكوميديا بعد المأساة في أواخر القرن الخامس قبل الميلاد حيث ظهر إيرستوفانس والمعروف باسم والد الكوميديا في فترة الكوميديا القديمة كانت مسرحياته مليئة بالفحش الجنسي ولكنه استخدم كوميدياته كوسيلة لإيصار رسائل سياسية مثل معارضته لحرب بيلوبونيسيس تغير الفن الكلاسيكي بشكل كبير عن فن اليونان القديم حيث ركزت الفنون الكلاسيكية على التناغم والتوازن وكانت الإنجازات المعمارية واضحة بشكل رئيسي في المعابد والتي كان كل منها مكرس لإحدى آلهة اليونان في وسط المعابد يوجد تمثال بالإضافة إلى الخزانة ويحيط بكل ذلك أعمدة يونانية قديمة وهي أعمدة مصنوعة من الرخام أشهر هذه المعابد كان في أثينا وقد تم بناؤه في منتصف القرن الخامس خلال عصر بيركل أصبح البانثيون صرح مهم في اليونان الكلاسيكية ليس فقط للمعابد ولكن للفن اليوناني وكان مكرس لأثينا الآلهة الوصية على أثينا وكان يعتبر رمز للانتصار على الجيش الفارسي بالإضافة إلى الفن والمسرح كانت الفلسفة الإغريقية الكلاسيكية هي القسم الثالث الرئيسي من ثقافة الإغريق كانت تركيز حول التفكير العقلاني والتفكير النقدي الفلسفة حولت مناقشة طبيعة الإنسان كان السوفين مجموعة من المعلمين الذين رفضوا الحاجة إلى فهم الكون مفضلين دراسة طبيعة وسلوك الإنسان حيث سافروا إلى جميع أنحاء اليونان وخاصة في أثينا وأصبحوا مدرسين للشباب وقيموا الخطابة وكانت الخطابة فن المناظرة وإقناع الجمهور وهي مهارة مهمة لكسب الشعبية والأصوات وكان العديد من السوفيين ينظر إليهم بعين الاستحسان لأنهم يميلون إلى التساؤل عن التقاليد أصبحت أثينا مركز للفلسفة بسبب ثلاثة من أشهر الفلسفة وهم سقراط وأفلاطون وأرسطو جاء سقراط أولا وارتفع إلى الشهرة خلال الحروب البلونسية كان سقراط في الأصل حجار وقيم نمو الفرد أكثر وكان يدرس طلابه في الفلسفة بشكل مجاني كانت طريقة سقراط هي الاستجواب لطلابه حتى يجدوا إنجابات بأنفسهم وكان يعتقد أن المعرفة موجودة في الجميع فقط يحتاج للولادة حيث يكون هو القابلة تعرض سقراط للاستجواب بسبب تساؤلاته عن السلطة والتقاليد وبمجرد أن خسرت أثينا الحرب لم يكن هناك مكان مناسب للأفكار الحرة والمناقشات المفتوحة ليتهم سقراط بفساد الشباب ويتم اعدامه في عام 399 قبل الميلاد صغى فلاطون نموذجه المثالي للحكومة ولم يكن هذا النموذج هو الديمقراطية حيث أن نعتبر مجتمعه المثالي يتكون من ثلاث فئات رئيسية حتي تتألف الطبقات العليا من النخبة الحاكمة التي يسميها الملوك الفلاسفة وتحتهم يأتي الجنود الذين يحمون المجتمع وأدناهم هم الجماهير وهؤلاء هم الحرفيون والصناع والفلاحون من الطبقة المتوسطة والطبقة الدنيا كان أفلاطون يعتقد أن النساء يجب أن يسمح لهم بالحصول على نفس التعليم الذي يحصل عليه الرجال لصالح المجتمع بأسرة وفي عام 387 قبل الميلاد أسس أكاديميته في أثينا وهي مدرسة فلسفية حضرها طالب واحد فقط اسمه أرستو والذي لاحقا أصبح معلم للإسكندر الأكبر كان أرستو أكثر تجريبية من أفلاطون ويؤمن بأن الإنسان يحتاج أيضا إلى حواسه للتمسك بالمعرفة وكان أرستو أقل اعتمادا على الفكر من أفلاطون وأجرى أبحاث وتحليلات في العالم الحقيقي وأدى ذلك إلى كتابة نصوص حول عدد متنوع من الموضوعات كتب أرستو أيضا عن نموذجه المثالي للحكومة على عكس أفلاطون الذي حاول مطابقة ما اعتقده تجسيدا للعدالة في الشكل الحقيقي فأن أرستو فحصل حكومة في العالم الحقيقي لمعرفة ما هو فعال ففي عمله السياسة استعرض أرستو ما يقارب المئة وستين دستور مختلف من عدة دول لقياس الأفضل وخلال بحثه اكتشف أن الحكومة يجب أن تكون إما ملكية أو أرستقراطية أو حكومة دستورية مزيد من الأوليغارشية والديمقراطية وحذر أرستو من أن كل هذه الأنواع يمكن أن تتحول بسهولة الملكية يمكن أن تصبح بسهولة استبداد والأرستقراطية يمكن أن تصبح أوليغارشية والحكومة الدستورية يمكن أن تصبح ديمقراطية أو فضوية وعلى رغم ذلك ادعى أن الحكومة الدستورية كانت أفضل نموذج لمعظم الشعوب على عكس أفلاطون رأى أرستو النساء بشكل أقل إيجابية وادعى أنه أقل تفوقا بيولوجيا ويجب أن يظلن تابعات للرجال في حياتهم الزوجية وفي المجتمع ككل رغم شهرة سقراط لأنه لم يكتب شيء ولكن ما وصل إلينا هو من أفلاطون على عكس سقراط كتب أفلاطون الكثير ووصلنا لنا الكثير من أعماله كان أفلاطون تلميذ لسقراط وكان من أهم ما كتبه والذي ذكر أفكاره كتاب الجمهورية وسأضع ملخص شامل لهذا الكتاب في نهاية الحلقة أما عن الدين فكان مهم جدا في اليونان الكلاسيكية كما هو الحال في معظم الحضارات المعاصرة الأخرى كان مرتبط بشكل لا يتجزء بالحياة اليومية ويستند إلى التفاني الإنساني للآلهة كانت الاحتفالات شائعة وكانت تستخدم لإعداد الشباب لواجباتهم المستقبلية كان الدين هو الرابط الأقوى في المجتمع لذلك أصبحت المعابد أكبر وأروع في مبانيها عبد اليونانين آلهة تعود إلى قرون من الزمن التنظيم الخاص بالآلهة ظهر في أعمال هوموروس ففي هذا التنظيم الشركي هناك 12 إله فوق كل الآلهة الآخرين كان هناك اعتقاد أن الآلهة تعيش في قمة جبل أولمبوس أعلى جبل في اليونان حيث كانوا بقيادة زوس ويتألفون من شقيقه بوسايدون إله البحر والزلزال وأثينا إلهة الحكمة والعقل وأبولو إله الشمس والموسيقى والشعر وأفروديد إلهة الحب والجمال إلى جانب أرتميس وديمتريس وفيستوس وإرمز ودوناستيس أو هستيا كانت الحياة في اليونان تدور حول تكريم إله المنطقة حيث كانت تجري عمليات التضحية من خلال حرق الحيوانات في المذبح عادة يكون ذلك في المعبد أو أمام باب المسكن الخاص كما يمكن حرق المحاصيل كتضحية كان الأغريق القدماء يعتقدون أنهم يستطيعون التنبؤ بالمستقبل من خلال الآلهة حيث أن الكاهنة أو البيثيا تستمع إلى أسئلة مختلفة لتدخل في حالة من الهديان وتعطي إجابات غامضة والتي يمكن تفسيرها بوسطة الكاهن الذي يعيد الإجابات على شكل قصيدة كانت هذه الإجابات غالبا ما تكون متحيزة لأسباب السياسية وليست الدينية كان أعضاء الحكومات ورؤساء الدول وغيرهم من الناس يسافرون لرؤية الكاهنة والسؤال حول حملاتهم العسكرية والشؤون عوائلهم وأسئلة عامة أخرى تلقى ملك ليديا في الأنظل كلمة من الكاهنة بأنه إذا هاجم الفرس فسيتم تدمير إمبراطورية لم يكن يعلم بأنه سيتم تدمير إمبراطوريته هو وكوسيلة أخرى لأرضاء الآلهة كانت تقام الاحتفالات كانت هناك أحداث دينية ومسابقات رياضية وأشهرها كان في أولمبيا والتي كانت بمثابة تكريم لزوس كان يسافر اليونانيون من جميع أنحاء العالم للمشاركة في هذا الحدث أول مرة تم تنظيم هذه الألعاب كان في عام 776 قبل الميلاد وتم تنظيمها كل أربع سنوات سميت هذه الألعاب باسم الأولمبيات نسبة لموقعها ضمار السباق كان أول حدث رياضي أولمبي على الإطلاق في السنوات التالية تمت إضافة اللعب الجماعية ولكن الألعاب الفردية كانت هي الأكثر شيوعا الرياضيون الذين يفوزون في الأحداث يعاملون كالأبطال وكانوا في كثير من الأحيان يحصلون على قيمة لبقية حياتهم كان الأولمبيات القديمة أكثر خطورة مما هي عليها اليوم حيث كان هناك حيل يقوم بها المتسابقون من أجل الفوز بل أن هناك شهادات حول وفاة بعض المتسابقين بسبب العنف استمرت الألعاب الأولمبية لمدة ألف عام حتى 398 عندما حضرها الإمبراطور المسيحي ثيودسيس واعتبرها طقس وثني وبعد أكثر من 1500 عام تم أحياء الأعاب مرة أخرى في عام 1896 وهي مستمرة حتى اليوم في أثينا كان هناك فقط 15% من السكان ممن يملك حق التصويت من الرجال اليونانيين العبيد كانوا يعملون في وظائف مثل الطهي وكخدم في المنازل وفي الحقول بل أن الدولة كانت تملك عدد من العبيد في المشاريع العامة اعتمدت أثينا على الزراعة والتجارة للحفاظ على اقتصادها حيث كانوا يزرعون العنب ويصنعون زيت الزيتون وهي أكثر منتجاتهم شيوعاً وكانت محبوبة من قبل السكان المحليين ومع وجود عدد كبير من السكان لم تكن شبه الجزيرة الجبلية الغير الخصبة في أتكا كافية لتوفير جميع الحبوب الأساسية المطلوبة لذلك كان عليهم الاعتماد على الواردات عاش أهالي أثينا حياة بسيطة حيث أن منازلهم كانت تمتلك أثاث مثل الطاولات الخشبية والمقاعد وعملت الزوجات مع العبيد بتصنيع الملابس أما النظام الغذائي فكان بسيط حيث كان مكوّم الخبز المصنوع على القمح والشعير إلى جانب التين والجبن والزيتون استخدم اليونانين زيت الزيتون ليس فقط في الطهي ولكن للحرق في المصابيح ولتتليك الجسم أما من يعيش خارج المدينة فكان يملك الحيوانات ويستفيد من إنتاجاتهم مثل أغنام للصوف والماعز للحليب والجبن أما الأسرة اليونانية فكانت تتألف عادة من الزوج والزوجة والأطفال فقط ويمكن اعتبار الأقارب الأكبر سناً وحتى العبيد جزء من وحدة الأسرة شجعت الدولة الأسر على إنجاب المزيد من الأولاد وإنتاج المزيد من المواطنين بخلاف سبارتا كانت المواطنات البالغات غالباً ما يبقين خارج الحياة العامة ولكن يمكنهن المشاركة في بعض الاحتفالات بحيث لم يكن لديهن أي حقوق ملكية وكانوا بحاجة إلى وصي ذكر لمرافقتهن في الأماكن العامة كان واجب المرأة الرئيسية في الحياة هي أن تكون زوجة جيدة لزوجها وتنجب الأطفال ويفضل أن يكون الأطفال من الذكور إدارة المنزل كانت بإشراف الزوجات وبعمل العبيد تتزوج النساء في المجتمع اليوناني بعمر الأربعة عشر أو الخمسة عشر عام لذلك في الطفولة يتم تربيتهم وتعليمهم على إدارة المنزل وتحمل مسؤولية الأسرة الفتيات لم يتم منحهن أي تعليم رسمي ولكن كان يسمح لهم بتعلم القراءة ولعب بعض الآلات الموسيقية مع تدمير اليونان بعد الحروب البولونسية ظهرت قوة جديدة في الشمال وهي مملكة مقدونيا على الرغم من أنهم كانوا الشعب يوناني وتبنوا الثقافة اليونانية لكن أهل اليونان كانوا يعاملونهم كغرباء فهم يعيشون في أرض وعرة ولم تكن لديهم مدينة منظمة أو دولة كاملة كانوا يملكون مملكة موحدة تحت قيادة ملك وأهم ملوكهم كان فيليب الثاني والذي تولى السلطة في عام 359 قبل الميلاد بيوصوله للسلطة قام بإعادة هيكلة الجيش المقدوني واستطاع تحويله إلى أفضل جيش في العالم اليوناني كان فيليب يحلم بالعظمة وبغزو البر الرئيسي اليوناني عندما يكون في أضعف حالاته ولهذا خاض المعركة الأخيرة ضد أثينا في عام 838 قبل الميلاد وبهذا الانتصار وحد فيليب اليونان في التحالف عرف باسم اتحاد كورنت كان التحالف يهدف إلى تحقيق الهدف الأكبر وهو أخضاع العدو القديم الفرس ولكن قبل أن يتمكن من تنفيذ هذا الهدف تعرض فيليب للاغتيال من قبل أحد رجاله المقربين ليصل للحكم ابنه والذي كان بعمر العشرين عام فقط الملك الجديد الإسكندر الثالث كان صغير في العمر ولا يملك خبرة حقيقية لكن فيليب كان قد بدأ بتأسيس الإسكندر منذ طفولته بل أنه أعطاه قيادة الفرسان في معركة شارونيا بعد وفاة والده قمع الإسكندر الثالث التمردات اليونانية وخمد التمردات القريبة من مقدونيا في الشرق كانت الامبراطورية الفرسية لا تزال قوية ولكنها لم تعد الامبراطورية العظيمة التي كانت سابقا ولكنها أيضا لا تزال أكبر دولة في العالم ففكرة غزو هذه الامبراطورية وانهيارها أمر مستحيل تصوره وفي عام 434 قبل الميلاد توجه الإسكندر مع أقل من 40 ألف جندي إلى آسيا الصغرى ليعبر ويصل لآسيا كان جوهر الجيش من المقدونين ولكن الفرسان أيضا أصبحوا واحد من أكثر الأسلحة الفعالة وقع أول اشتباك من الجيش الإسكندر والفرس في معركة جرانيكوس وعلى رغم أنه كان قريب من الموت إلا أن الجيش المقدوني واليوناني انتصر في أول انتصار كبير لهم مستولين على النصف الغربي لآسيا الصغرى وهنا جمع الملك الفارسي داريوس الثالث قواته وذهب لمقابلة جيش الإسكندر بنفسه في معركة إيسوس هذه المرة خسر الفرس ميزة العادة الضخم بسبب صعوبة وضيغ التضاريس حيث كان حجم الجيش الفارسي مرتين ضعف حجم جيش الإسكندر تقريبا الإسكندر انتصر مرة أخرى وتوجه جنوبا وحقق انتصارات في الشام وصولا لمصر حيث استولى عليها في عام 332 قبل الميلاد ليعلم في مصر نفسه فرعون وهو اللقب التقليدي للملك المصري هناك أسس أول مدينة تحمل اسمه وهي الإسكندرية هذه المدينة بقد مهمة من القرن الرابع قبل الميلاد حتى اليوم وفي عام 331 قبل الميلاد توجه الإسكندر شرقا إلى بلاد ما بين النهرين وهناك هزم الفرس في معركة جوكاميلا شمال غرب بابل وكانت هذه المواجهة الرئيسية الثالثة والأخيرة بين القوتين ليستولي الإسكندر على بابل وبهذا استمر بالتقدم شرقا للاستيلاء على سوسا وبربروس العواصم الفارسية الرئيسية المليئة بالكنوز والفضة والذهب بعد الاستقرار لفترة بسيطة تحرك الإسكندر شرقا في عام 330 قبل الميلاد بحثا عن الملك داريوس الذي هرب من آخر معركة وعندما وصل الإسكندر إلى داريوس كان قد قتل من قبل أحد أتباعه ومع موته انتهت الإمبراطورية الأخيمينية وقد تحدث بالتفصيل عن هذه الإمبراطورية في حلقة خاصة بعد انهيار إمبراطورية الفرس استمر الإسكندر بالتقدم شرقا حتى وصل لباكستان في عام 327 قبل الميلاد وبعد عام ضم الإسكندر البنجاب لإمبراطوريته بعد الانتصار في معركة نهر هيداسبس وبعد ذلك أعلن الإسكندر بين قادته عن نيته في المسير أعمق في الهند لكن الرجال رفضوا حيث أنهم كانوا متعبين من الحملة التي استمرت لسنوات لهذا وافق الإسكندر على عدم التوغل في الهند ليعود غربا عبر الساحل الجنوبي لبلاد فارس وفي الساحل سافروا عبر الصحراء وصولا لبابل خلال هذه الرحلة توفى الآلاف من الإرهاق وعندما وصلوا إلى هنا كان واضح للجميع أن الإسكندر ليست لديه نية لإدارة الإمبراطورية حيث كان يخطط للمزيد من الحملات العسكرية وهذه المرة في أوروبا الغربية لكنه توفى في بابل من عام 323 قبل الميلاد موت الإسكندر الأكبر أحد أشهر قادة الجيوس في التاريخ يظل موضوع للجدل والغموض في التاريخ حيث توفى في بابل من عام 323 قبل الميلاد لعمر الثانية والثلاثين عاما فقط هناك نظريات وسجلات تشرح سبب وفاته لكن لا توجد استنتاجات نهائية هناك تفسيرات مختلفة لوفاته أولا بعض التسجيلات التاريخية تشير إلى أن الإسكندر قد تم تسميمه ربما من قبل أعداء سياسيين أو أشخاص يكنون له بخصومة شخصية ومع ذلك لا يوجد دليل نهائي يدعم هذه النظرية ونظرية أخرى تشير إلى أن الإسكندر توفى نتيجة أسباب طبيعية ومن الممكن أن الملك الشاب قد توفى بسبب المالاريا أو حمى البروستيس أو فيروس النيل الغربي حيث عانى من مجموعة من الأمراض والإصابات على مدى حياته مما قد يكون قد أضعف من صحته ونظرية ثالثة موجودة في بعض السجلات تشير إلى أن الإسكندر استهلك كميات كبيرة من الكحول خلال عرض الطعام مما ساهم في مرضه ووفاته وقد ظهرت أيضا نظرية حديثة تشير إلى أن الإسكندر كان يعاني من متلازمة قيان باري وهو الطراب مناعي يمكن أن يتسبب في الشلل أو فشل في التنفس السبب الدقيق لوفاة الإسكندر الأكبر يظل غامض في كتب التاريخ مثل معظم الشخصيات القديمة كان الإسكندر شخصية مثيرة للجدر ولا يمكن إنكار نجاحة العسكرية وفتوحاته لكن هناك أيضا تأكيد على أنه كان فاشل في إدارة الإمبراطورية سياسيا يرى الكثير أن الإسكندر لم تكن لديه أي اهتمام بالحكم فعندما هزم الإمبراطورية الفارسية بدأ في التخطيط لحملات عسكرية أخرى وأيضا كان يرى الإسكندر بأنه نسل هرق للبطل الإغريقي وكان متأثر بأخيل بطل حرب طروادة حتى أنه كان يملك نسخة من الإلياذة ويضعها مع السكين تحت وسادته أثناء نومه كان هرقل وأخيل معروفين بقوتهم واستراتيجيتهم العسكرية وشجاعتهم لكنهم لم تكن لديهم أي قدرات إدارية حاول إسكندر أيضا تجميع الثقافات المقدونية والإغريقية والفارسية في حضارة متناغمة ومع وفاته بدأ العصر الهيليني حيث انتشرت الثقافة الإغريقية في جميع أنحاء الإمبراطورية وتوافد المزيد من المثقفين والحرفيين والمسؤولين الإغريق إلى الشرق الأوسط وآسيا حيث جلبوا معهم ثقافتهم الخاصة وعلى رغم من ازدهار الثقافة الهيلينية إلا أن فكرة الدولة الإغريقية الواحدة لم تكن شائعة حيث تم تقسيم إمبراطورية الإسكندر إلى سلسلة من الممالك والإغريق الذين توجهوا جنوبا من فارس وصلوا إلى الحدود الشرقية وتأثروا أكثر بالثقافات والأديان الأجنبية وهذا جعل العصر الهيليني مزيج حقيقي من الشرق الأوسط والغرب تفككت الإمبراطورية المقدونية بعد وفاة الإسكندر بسرعة ورثها جنرالات المتخاصمين ولهذا بدأت حروب ديادوكي في عام 322 قبل الميلاد واستمرت لعقود انتهت آخر مرحلة كبيرة من الحروب في عام 301 قبل الميلاد لكن الصراعة الصغيرة استمرت حتى عام 275 قبل الميلاد لتظهر أربعة دول رئيسية من هذا الصراع حيث سيطرة أنتوغنوس جوناتوس حثيد أحد الجنرالات الخاصة بالإسكندر الأكبر على مقدونيا واليونان وأسس بطليموس الأول السلالة البطليمية في مصر في عام 305 مستمرا في التقليد الفرعوني ونمت دولة صغيرة واندمجت لتشكل مملكة بيرغامون في أنطوليا بحكم أتالوس الأول ولكن كانت الأكبر من حيث المساحة هي السلالة السلوقية التي أسسها سيلوقوس والتي كانت تسيطر على معظم إمبراطورية فارس القديمة من الشرق الأوسط للهند وفي الهند أسست أول إمبراطورية رئيسية في عام 322 قبل الميلاد تحت حكم شاندرا جوبتا موريا وقد استعاد الملك الهندي هذه الأراضي من السلوقيين بنجاح وتحت حديده أشوكا قام بتوسيع الإمبراطورية بشكل أكبر وبعد ذلك تحول إلى البوذية في وقت لاحق في حياته وامتزجت الثقافة البوذية مع المجتمعات اليونانية التي تعيش في هذه المنطقة وقد تحدث سابقا عن مملكة جوبتا الهندية في حلقة خاصة ومنجرد انتهاء الحروب بين السلوقيين والموريين ازدهرت التجارة وتدفقت التوابل والمجوهرات إلى الإمبراطورية السلوقية وأرسل سيلوقوس دبلوماسيين إلى إمبراطورية الموريان وفي أواخر القرن الثاني قبل الميلاد كان هناك استقرار نسبي في الممالك الهينيستية رغم وجود حروب صغيرة رغم الهدوء الظاهر لكن كان هناك توتر في المنطقة حيث قام الحكام بدعم المهاجرين اليونانيين والمقدونيين في المجتمع وتصنيفهم على أنهم من الطبقات العليا في حين تم التهميش السكان الأصليين كانت خطة الإسكندر الرئيسية هي مزج ليس فقط الثقافة اليونانية والشرقية ولكن أيضا المزج بين الشعوب ولذلك قام بالزواج من النساء في المجتمعات التي سيطر عليها في الشرق لكن خلفاء الإسكندر اختاروا بدلا من ذلك تشكيل طبقة حاكمة جديدة خاصة بهم على رغم من أن المناصب الإدارية كانت متاحة للسكان الأصليين إلا أنهم كانوا بحاجة إلى التحول إلى الثقافة لتكون يونانية بشكل كامل معتمدين على اللغة والعادات اليونانية خلال فترة الغزوات أسس الإسكندر مدن جديدة ومستوطنات صغيرة على طول الطريق واستمر خلفائه في هذا الاتجاه وبعض هذه المدن الهينيستية نمت وأصبحت مواقع هامة مع الوقت أصبحت الإسكندرية أكبر مركز حضري في البحر الأبيض المتوسط لعدة قرون وكان سيليكوس أيضا مشهور ببناء تأسيس المدن الجديدة وأصبحت التجارة أكثر انتشارا مع استقرار الممالك الهينيستية حيث كان التجار منتشرين في كل هذه الأراضي مما أدى إلى المزيد من التشابق بين الثقافات الشرقية والغربية وكان الطريق التجاري الأهم في البحر من الهند باتجاه الخليج العربي شمالا إلى سلوقيا في دجلة ومن هناك يمكن البضاعة التوجه إلى أجزاء مختلفة في المملكة برا كان هناك طريق تجاري آخر من الهند ممتد حول الجزيرة العربية وصولا للبحر الأحمر ومن هناك تنتقل القوافل إلى مصر البلطينية جمعت هذه القوافل مجموعة واسعة من البضاعة من جميع أنحاء العالم القديم من إسبانيا للهند مما أدى حقا إلى خلق عالم موحد كان للعالم الهينيستي هيكل اجتماعي مختلف للنساء حيث كانت النساء مسموح لهم بمزيد من الحرية في الحركة وقدرة على الشراء وبيع العبيد وامتلاك الممتلكات لكن في أثينا كان الأمر مختلف حيث كانت النساء لا تزال محدودات بشدة في الأنشطة اليومية وكان عليهم الاعتماد على الوصايا الذكور في حين كانت النساء من الطبقة العليا مسموح لهم بالتعلم في مواد مختلفة مثل الأدب ورياضيات مما أدى إلى ظهور بعض الكاتبات والشاعرات النساء المرأة الأولى في الدولة الهينيستية كانت زوجة الملك أو الملكة ففي مقدونيا مثلا أدى التحالف بين الأمهات والأبناء إلى أن تحل المرأة مواقع سياسية بارزة وتمتلك النفوذ وفي مصر استطاعت النساء من العائلة الملكية الحفاظ على السلطة من خارج الزواج كان الفراع للبلطيميون غالبا ما يتبعون تقليد الزواج بين الأشقاء حيث تزوج الإسكندر الثاني شقيقته إرسنوي وكانت إرسنوي تملك نفوذ كبير على البلاط حيث قامت بتوسيع البحرية المصرية ونالت مكانتها في العملات المصرية وهي أول ملكة تحصل على هذا الشرف انتشر الثقافة الهينيستية بشكل كبير من خلال المراكز الحضرية مثل الإسكندرية في هذه الفترة ازدهر الأدب حيث كان الملوك الهينيستيين يعشقون الأعمال الأدبية في مصر مثلا انتقل العديد من الكتاب والعلماء والشعراء إلى الإسكندرية منجذبين لوجود مكتبة الإسكندرية العظيمة كانت هذه المكتبة تحتوي بين 40 ألف إلى 400 ألف لفافة وكان موجود في الإسكندرية ثي كريتوس وهو من مواليد السقلية ومعروف بشعره وتقديره للطبيعة على الرغم من أن اليونان فقدت أهميتها خلال العصر الهينيستي لكن أثينا بقت مركز للمسرح لم يكن المركز الدرامي الشعبية كما كان في العصر الكلاسيكي وأخذت الكوميديا القديمة مكان ثنوي في الأدب اليوناني كان ماناندا واحد من أشهر الممثلين الكوميديين الجدد كما قام الملوك بتكليف العمال لبناء مباني جديدة بنمط اليونان الكلاسيكي وأدى ذلك إلى بناء صلاة ألعاب ومسارح ومعابد في جميع أنحاء الشرق الأوسط والشرق كما قام الملوك والطبقات العليا بتكليف بناء التماثيل ونحدها وكانت جميعها بالنمط الكلاسيكي اليوناني في العصر الكلاسيكي كانت العلوم الحياتية تعتبر جزء من الفلسفة خلال الفترة الهيلينستية تم تدريس العلوم بالشكل منفصل عن الفلسفة اشتارت العلوم اليونانية بتقدمها في علوم الفلك تحت اثنين من أهم العلماء المشهورين في الإسكندرية وينسب إلى أرستاخوس بناء أول نموذج للمجموعة الشمسية حيث اقترح أن تظل الشمس والنجوم ثابتة في السماء وأن الأرض تدور حول الشمس على عكس النموذج الجيوستيري والذي كان مقبول أصبح أرستاخوس الأمين العام للمكتبة الإسكندرية وينسب إليه إثبات كروية الأرض وحساب محيطها بدقة تصل إلى 200 ميل أو أكثر من 320 كيلومتر ولهذا يعتبر والد للجغرافيا أما يوكيلد الإسكندري فقد كان عالم رياضيات ويعتبر والد للهندسة وكان عمله العناصر هو الأشهر ويستخدمه الكثير لعدة قرون بما في ذلك العصر الحديث أما أرخميدوس فيعتقد بأنه قضى شبابه في الإسكندرية كان أرخميدوس متميز في معظم العلوم وكان أشهرها عمله في الهندسة حيث حسب الرقم التقريبي للعدد باي كما أنه اخترع ما سمي بالمسمار الأرخميدي والذي يستخدم لضخ المياه من المناجم وهي أداة تستخدم حتى اليوم وعندما حاصر الرومان سيراكوزا قام أرخميدوس ببناء أسلحة دفاعية متعددة لصد الهجمات حيث كانت المخالب ترفع السفن وتكسرها بل أن هناك شهادات حول استخدام شعاع حراري أسطوري لتركيز أشعة الشمس على السفن القادمة مما أدى لإشتعالها وفي وقت سابق من حياته ساعد في صياغة مبدأ أرخميدوس والذي اكتشفه أثناء استحمامه بسبب ثروتي الفائقة في المساهمات العلمية واعتبر أرخميدوس واحد من أعظم العقول التي عاشت على الإطلاق مع وجود مكتبات كبيرة أصبحت الإسكندرية وبرقامون المراكز الرئيسية للحضارة الهيلنستية في هذه الحقبة لكن أثينا بقت المركز الرئيسي للفلسفة فبعد سقراط وأفلاطون وأرستو فتحت مدارس جديدة للفلسفة في أثينا مما أرسل موقعها كوطن للحكمة كانت الإبيكورية واحدة من هذه المدارس التي أسسها إبيكوروس علمت الإبيكورية أنه يجب على البشر متابعة المصلحة الذاتية من أجل السعادة وأن السعادة هي الهدف الرئيسي للحياة تم التركيز على السعي وراء المتعة ولكن مع مرور الوقت تم التحويل هذا إلى تحقيق المتعة الجسدية كانت الإبيكورية تعني في الأصل الحرية من مشاكل الحياة وخاصة العاطفية للمساعدة في تطهير العقل ولتحقيق ذلك يجب التخلص من الشؤون العامة والسياسية وبدلا من ذلك يجب أن تستند حياتك على المجتمع الأقرب وتشكل صدقات عاش إبيكوروس بما يعظه وشكل مجتمع خاص به من أتباعه عاشوا حياتهم في نسختهم من السعادة كانت الأفلاطونية هي الفلسفة الأكثر أهمية وانتشارا في العصر إهلينستي والتي استمرت في الفترة الرومانية القادمة كان الهدف الرئيسي للأفلاطونية تحقيق السعادة كما هو الحال مع الإبيكورية حيث أن الاختلاف بينهما كانت طريقة للتحقيق هذا الهدف كانت الأفلاطونية أقل تركيزا على الجانب الجسدي وأكثر تركيزا على الجانب النفسي على الرغم من الصعوبات المحيطة بك فإذا عشت في حالة سلام فلا ينبغي أن تتأثر بها يعني أن الشخص الأفلاطوني الحالي هو الشخص الذي يستطيع التحمل الصعاب والألم دون أظهار العواطف لم يفصل الأفلاطونيين أنفسهم على المجتمع مثل الإبيكوريين وشاركوا في السياسة وبقية المجتمع ساعدت هذه المرونة الأفلاطونية على أن تصبح أكثر شعبية من الإبيكورية قبل العصر الهينيستي كان المواطنون اليونانيون يجدون السعادة من خلال السعادة الجماعية خلال الفترة الهينيستية بحث المواطنون عن السعادة الشخصية بدلا من ذلك مع مزيد من الثقافات العديدة بدأت الديانة الإغريقية الكلاسيكية في الانحدار بسبب اندماجها مع معتقدات مختلفة وكان هذا واضح في الشرق ولهذا برزت طوائف مختلفة خلال الفترة الهينيستية واحدة من هذه الطوائف الأشهر كانت طقس إيزيس الغامض والذي كان موجود في مصر كانت إيزيس آلهة النساء والشفاء والسحر وكانت تعتبر أيضا مانحة الحضارة وأحد أهم الآلهة في البايوثون من خلال الطقوس كان يسعى المبتدئون في هذه الطائفة لضمان حياة سعيدة ما بعد الموت لأنفسهم يعتقد المؤرخون بأن العصر الهينيني امتد حتى معركة أكتيوم في غرب اليونان في عام 31 قبل الميلاد حيث تمت هزيمة آخر فعور مقدوني وهي كلبترة السابعة على يد أوكتيفيوس أو أغسطس وطبعا مع بروز الرومان كان هناك في المقابل اليونان التي قد بدأت تنهزم وتنحدر البداية كانت قبل سقوط السلال المقدونية بمئة عام حيث هزمت المدن اليونانية في جنوب إيطاليا والسقلية وتوسع الرومان في أراضيها وقد تكلمت بالتفصيل عن روما القديمة في حلقة خاصة بدأت توسع الرومان عبر البحر الأبيض المتوسط منذ عام 250 قبل الميلاد ودخلت روما في حرب مع المقدونيين بدءا من عام 200 قبل الميلاد أثبت الجيش الروماني والنظام العسكري لروما فعليته في مقابل المقدونيين كان العالم يرى بأن المقدونيين يملكون أعظم جيش في العالم ولهذا كانت خسارتهم أمام روما الصدمة تعرضت مقدونية لهزيمة ساحقة أمام روما في معركة سينسفالي في عام 197 قبل الميلاد وانتهت الحرب بشكل كامل بهزيمة مقدونية في عام 148 قبل الميلاد وبعد عامين خسرت اليونان استقلالها بالكامل بخسارة معركة كورينث ومنها أصبحت الأراضي اليونانية تابعة لروما من المعركة الأخيرة أسر الآلاف من اليونانيين وأرسلوا لروما كعبي وفي عام 88 قبل الميلاد اندلعت تمرد في اليونان ولهذا قم سولة بتتمير أراضي اليونانين والدمار زاد في نهاية القرن بسبب الحروب رغم أن اليونانين أصبحوا تابعين لروما إلا أن الجميع حتى الرومان كانوا يرون أن حضارة اليونان متفوقة على حضارة روما الناشئة وخاصة في مجالات الفنون والفلسفة العديد من نبلاء الرومان تسابقوا لاقتناء العبيد اليونانيين ليعلموهم اليونانية والعيش بالأسلوب اليوناني كانت اليونانية القديمة والرومانية متشابهين جدا وكان هناك تشابه بين المجتمعين بل أنه حتى في الآلهة كان هناك تشابه كبير هناك اتفاق بأن علاقة روما واليونان مختلفة فبدل أن يؤثر الرومان على الأراضي اليونانية التي احتلوها حصل العكس وقد تكلم عن هذا الأمر الشاعر الروماني هوراس حيث قال كريسيا كابانا فيروم ذيكتروم سبيت أي بما معناه لقد سحرت اليونان الخاسرة الغازي المتوحش وبعد قرن من الدمار والإطرابات في الحروب الأهلية التي أدت إلى نهاية الجمهورية الرومانية وبداية إمبراطوريتها واندلاع الحرف المياه اليونانية في أوكتيوم في 31 قبل الميلاد عاد السلام لشبه الجزيرة اليونانية والجزر واستمتعت المنطقة بسلام امتد لأربع قرون وهي أطول فترة السلام في التاريخ تعرف باسم باكس رومانوس أو السلام الروماني اليونانية وليست اللاتينية استمرت في أن تكون اللغة العامة في شعوب البحر الأبيض الشرقي المتوسط وبعض الأباطر المحبين لليونان مثل هادريان استثمروا مبالغ كبيرة في استعادة المباني العامة والأماكن داخل مدن اليونان لعبت اليونان دور حاسم في اتشارة المسيحية في القرون الأولى بعد الميلاد حيث قضى في اليونان القديس بولوس ونشرت دعوة من هناك لتكون المنطقة مركز رئيسي لنمو الديانة الجديدة ومع تولي الإمبراطور الروماني قسطنطين وتحوله للمسيحية في أوائل القرن الرابع الميلادي نقلت العاصمة من روما لبيزنطة مع تغيير اسمها إلى القسطنطينية وهي أسطنبول الحالية رأى قسطنطين أن روما ليست مكان مناسب لمستقبل الإمبراطورية وبأن بيزنطة كونها وسط كل مسارات البحر والبر بين أوروبا وآسيا تملك موقع مثالي كانت قرارات التحليل قسطنطين صحيحة فروما مرت بسلسلة من الأزمات في القرون الثالثة والرابعة الميلادية ومع محاولات لحل هذه المشاكل تمت إدارتها من قبل عرشين وتم تقسيم الإمبراطورية حيث كان النصف الغربي يحكم روما في حين أن النصف الشرقي يحكم القسطنطينية ومع نهاية القرن الرابع تم منح قبيلة كبيرة من القوط والتي كانت هاربة من هجوم من قبائل آسيوية الحق في دخول الأراضي الرومانية من قبل الإمبراطور على أن يستقروا فقط جنوب نهر الدانوب في بلغاريا الحالية لكن هذه القبيلة القوطية تعرضت لمعاملة سيئة من قبل مسؤولي الرومان ولهذا قاموا بالتمرد وفي عام 378 ميلادية ذهب جيش بقيادة الإمبراطور للتعامل مع المتمردين وبسبب القيادة الضعيفة هزم الرومان بشكل مذل لتكون معركة إدريان نوبل واحدة من أسوأ الهزائم في التاريخ الروماني وبسببها ضعفت الإمبراطورية لتتوسح هذه القبيلة وتغيير على الأراضي وبعدها توجهوا لإيطاليا وفي عام 410 قاموا بالهجوم على روما لتكون هذه المرة الأولى خلال 800 عام التي يتم فيها اختراق مدينة روما لكن في العقود التالية استقل النص الشرقي لكن النص الغربي تفتت لذلك مع نهاية روما الغربية دخلت اليونان مرحلة جديدة في تاريخها التفتت الإمبراطورية الرومانية الشرقية إلى الداخل مركزة على تطوير نظامها المسيح الجديد مع نشر هذه الرسالة إلى الشعوب الإسلافية في الشمال الشرق كان يولي اهتمام لحماية العالم اليوناني الذي بدأه الإسكندر قبل قرن مع تهديدات الفرس وبعد ذلك العرب والأتراك وفي فترة روما الشرقية أو بيزنطا تعدى اليونان أكثر على الحضارة الغربية وبدأت اليونان معاصرة وثقافتها وحضارتها تتشكل توثق هذا الانفصال أكثر مع الانشقاق الكبير للكنيسة المسيحية في القرن 11 حيث أصبح الغرب كاثوليكي وأصبح الشرق أرثودكسي خلال ألف السنة التالية على الرغم من الغزوات المتنوعة استمر اليونان في الازدهار الثقافي والاقتصادي والأدلة الحديثة تشير لأنها كانت واحدة من أكثر المراكز التجارية نشاطا في البحر الأبيض المتوسط الشرقي أما على الفن القوطي والمرتبط بالقصة المسيحية بشكل خاص أصبح مشهور بشكل خاص باللوحات الجدارية والفسيفساء ولكن أيضا خلال بروز روما الشرقية استمر الأباطرة والنبلاء في بيزنطة بالافتخار من أنهم رومان وبأن الدولة رومانية وفي نفس الوقت أصبحت اللغة اليونانية اللغة الرسمية للإمبراطورية في القرن السابع لذلك كانت الإمبراطورية أساسا يونانية رغم أنها تحمل اسم روما وقد تكلمت بالتفصيل عن روما الشرقية أو بيزنطة في حلقة خاصة كان شعر روما يتميز بالنصر ولكن في القرن الرابع أضيف نصر برأسين لشعار روما يمثلان النصف الشرقي والغربي للإمبراطورية ورغم انهيار النصف الغربي وبروز روما الشرقية أبقى البيزنطيين نفس الشعار أملا في توحيد الجزء الغربي والشرقي تحت حكم الإمبراطور جسينيان في القرن السادس الميلادي كانت هناك محاولات لاستعادة إيطاليا وبالفعل نجح ذلك لفترة لتفقدها روما الشرقية مرة أخرى النصر ذو الرئيسيين ما يزال موجود حتى اليوم في العديد من الدول الشرقية الأوروبية تاريخ هذه المرحلة من الإمبراطورية الرومانية طويل ومعقد ويشمل نصف القارة ولهذا لفهم أشمل أنصح بمشاهدة فيديو تاريخ روما القديمة أو الغربية وفيديو تاريخ روما الشرقية أو بيزنطة مرت الإمبراطورية بسلسلة من الأزمات مع التقلص التدريجي لمساحة الأرض خاصة في مواجهة الهجمات من العرب والترك العثمانين ومن أهم أحداث بيزنطة أيضا اندلاع الحملات الصليبية كان الهدف الرئيسي لحملات الصليبية هو الاستيلاء على القدس ولكن في الحملة الصليبية الرابعة في القرن الثالث عشر أدت سلسلة من الأحداث إلى أن تقوم الجيوش المسيحية والتي كان من واجبها محاربة المسلمين بنهب القسطنطينية وقتل الآلاف من المدنيين المسيحين والعودة إلى البندقية بثروات لا تحصى وقد ذكرت بالتفصيل تاريخ الحملات الصليبية في حلقة خاصة وذكرت أحداث الحملة الرابعة بعد أحداث الحملة الرابعة تمت الإطاحة بالإمبراطور وتم إنشاء الإمبراطورية اللاتينية الجديدة وكانت هذه العملية بالدعم من البابا وكانت سبب التوتر في العلاقات الكاثوليكية الأرثوذكسية لقرون قادمة هذا التوتر تسبب في نقل العديد من الآثار والمخطوطات من الشرق لإيطاليا ونقل الإرث الثقافي من العصول الكلاسيكية اليونانية على رغم أن البيزنطين استعادوا عاصمتهم بعد عدد عقود إلا أن الجروح التي لحقت بالإمبراطورية كانت عميقة ولم تستطع أبدا استعادة قوتها السابقة ولهذا لم تتمكن من مقاومة تقدم الأتراك العثمانين والذين انتقلوا إلى الأناظول في وسط آسيا بدءا من القرن الحادي عشر وبعدها تقدموا ببطء حتى سقطت القسطنطينية في التاسع والعشرين من مايو من عام 1453 بعد حصار قصير شهدت هذه الأحداث نهاية العصول الوسطى ونهاية الثمانية قرون من الحكم اليوناني الفعال وانقضاء الأطلال الأخيرة للإمبراطورية الرومانية بالنسبة لأوروبا أدى سقوط القسطنطينية إلى قرون من التوتر والصراع أما بالنسبة اليونانيين فكانت أسوأ مراحل تاريخها مع سقوط القسطنطينية تم تحطيم الإمبراطورية البيزنطية بشكل كامل وسقطت شبه الجزيرة اليونانية بأكملها على يد العثمانيين خلال بضعة سنوات رهم هذا فهناك مناطق لم يحتلها الأتراك إلا بعد قرنين مثل جزيرة كيرت في حين أن جزر غرب البر الرئيسي لم يحتلها الأتراك بل كانت تحت حكم البندقية نجح العديد من اليونانيين في الهرب حيث انتقل بعضهم إلى إيطاليا خلال فترة الإمبراطورية اللاتينية وفروا بعد بدء الاحتلال العثماني بسقوط هذه الأراضي تم تدمير الأرستقراطية اليونانية السابقة والتي كانت تملك الأراضي حيث أصبح الأرض تحت سيطرة القائد الأعلى للإمبراطورية العثمانية السلطان وتم تقسيم الأرض بين الجنود والمسؤولين في حين أنه كان لدى بعض الفلاحين اليونانيين الذين يعملون في الأرض ملكية امتياز عليها بالأساس النظام التركي على اليونان كان نظام اقطاعي تراجع الاقتصاد بعد سيطرة الأتراك وأدى ذلك إلى هجرة العديد من اليونانيين من المدن والعيش في الريف والعودة لزراعة وكان هناك انخفاض في عدد السكان حيث هرب العديد إلى الجبال بحيث يمكنهم الاستمرار في العيش بعيدا عن النظام العثماني تدور إيجابي نتج من الاحتلال العثماني هو أن اليونانيين حصلوا على السيطرة على جميع خطوط الشحن التجاري داخل الإمبراطورية وهذه السيطرة كانت لها أهمية حقيقية مع سيطرة العثمانيين بدأ مجد الحضارة الكلاسيكية يضيع ورغم هذا كانت هناك بقايا للعصر الكلاسيكي شامخة أشهر هذه الهياكل كانت البارثنون والذي صمد لألف عام البارثنون هو معبد قديم يقع في أثينا تم بناء هذا المعبد الهيليني الكلاسيكي في القرن الخامس قبل الميلاد ويعتبر واحد من أبرز أمثلة العمارة اليونانية القديمة يعتبر رمز للفن والثقافة والتقاليد اليونانية القديمة تم بناء المعبد على يد العمار اليوناني الشهير إكتنس وهو مخصص لآلهة الحكمة والحرب في الأساطير الأغريقية أثينا لكن في عام 1687 خلال الحرب مع البندقية استخدم الأتراك الهيكل السابق للبارثنون كمخزن لأسلحتهم وفي عز الصراع أصابت قذيفة هاون المخزن مما أدى إلى انفجار الهيكل بأكمله وتدمير العديد من أجزاء المبنى كانت هناك حركات مقاومة ضد الأتراك تظهر ويتم قمعها في المدن اليونانية ولكن الأمر تغير في القرن التاسع عشر في ذلك الوقت بدأت أوروبا بالتحديد بريطانيا وفرنسا وأيضا أمريكا بحركات تقدر وبشدة تاريخ اليوناني وتهتم بالتراث والأدب اليوناني وجد الروس والذين كانوا في صراع مستمر ضد العثمانيين بأن استقلال اليونان من حكم العثمانيين سيساهم في ضعفهم ولهذا دعمت كل هذه القوى والأغنياء اليونانيين المغتربين حركات المقاومة داخل الأراضي اليونانية وعند اندلاع حرب الاستقلال تعرض المقاومون لمذبح حقيقية بسبب قوة الجيش العثماني في عام 1821 ومنه أعلنت بريطانيا وفرنسا وروسيا الحرب وهزموا أسطور العثمانيين في معركة نافارينو في عام 1827 وهنا تمكنت القوات اليونانية المتمردة من تحرير المزيد من الأراضي وبحلول عام 1832 تم تحرير الجزء الجنوبي من اليونان لتعترف القوى العالمية بالدولة اليونانية الحديثة وخلال قرن من الاستقلال خضعت اليونان للتحديث السريع لبنيتها التحدية أما ثقافيا حاولت الحكومة تنفيذ سياسات يمكن رؤيتها على أنها تهدف على استعادة الثقافة اليونانية القديمة بدعم من القوى الغربية أيضا أيد الغرب الحكومة على نقل العاصمة من نافيلو إلى أثينا والتي كانت سابقا رمز للثقافة والفلسفة اليونانية القديمة لكن اليونان في العصر الحديث لم تكن مستقرة فقد حكمت في كل أنواع الأنظمة مثل النظام الجمهوري والملكي والديمقراطي والعسكري وبسبب عدم الاستغرار اضطر العديم اليونانيين للهجرة لأمريكا والدول الأوروبية الأخرى وأستراليا قضى اليونانيين ثمانين عام من الصراع من أجل استعادة كل أراضي اليونان القديمة وتوحيدها وهي نفس الحدود المعاصرة اليوم وكان لحروب البلقام في عام 1913 دور مهم في استعادة الأراضي وعند اندلاع الحرب العالمية الأولى كان هناك صراع سياسي داخلي حول أي جبهة ستنضم لها اليونان ولكنها في النهاية انضمت للحلفاء في عام 1917 بعد أن حصلت على وعد مهم بالحصول على أراضي في شرق الراين والأناظر ولهذا بعد هزيمة الامبراطورية العثمانية وتفكيكها في نهاية الحرب منحت لليونان هذه الأراضي كجزء من هذه المعاهدة وعندما وصل الجيش اليوناني في سميرنا والمعروفة اليوم باسم أزمير في عام 1919 سعوا للتوسع وتقدم محاولين الوصول لداخل الأناظر هذا التقدم العسكري بالإضافة إلى عوامل أخرى أدى إلى انقلاب في الحكومة التركية التي كانت قد وقعت على معاهدة الحرب ليصل للحكم أتاتورك والذي دعا إلى تعزيز العزيمة التركية والقوة العسكرية لينجح جيشه في صد التقدم اليوناني ويعيده للوراء إلى بحر إيجا بعدها تم التوقيع معاهدة لوزين والتي كان من نتائجها فقدان اليونان لمكاسبها في عام 1920 هذه الأحداث كانت سبب في أزمة نازحين أتراك من اليونان ونازحين يونانيين من الأراضي التركية لينتهي الوجود اليوناني في الأناظر والذي استمر لمدة 2700 عام والتي استمر العلاقة متوترة بين تركيا واليونان حتى اليوم ومع بداية الحرب العالمية الثانية سقطت اليونان بيد المحتل الإيطالي في عام 1940 وبعدها بفترة اجتاح الجيش الألماني اليونان حسب إحصائيات الحرب العالمية الثانية تم هدم مئات القرى والمدن وتم تنفيذ سبعين عملية إعدام من قبل المحتلين وتشرد مليون يوناني وقد تحدث بالتفصيل عن الحرب العالمية الثانية في حلقة خاصة وبها جزء مهم عن دور اليونان في الحرب لكن بعد الحرب اندلعت الحرب الأهلية الجديدة بين قوات الحكومة والشيوعيين وانتهت في عام 1949 استمر الصراع السياسي بين اليسار واليمين لعقود أما على الاقتصاد فقد كان النمو الاقتصادي في السنوات ما بعد الحرب قوية وفي عام 1967 تغير الأمر في اليونان خصوصا باندلاع انقلاب عسكري من قبل جماعة عسكرية سميت بنظام العقداء نظام العقداء هو مصطلح يشير إلى نظام الحكم العسكري الذي حكم اليونان منذ عام 1967 حتى عام 1974 جاء هذا النظام إلى الحكم عبر نظام عسكري نفذ في الواحد والعشرين من ابريل من عام 1967 وقاده مجموعة من العقداء في الجيش اليوناني كان هذا الانقلاب ردا على عدم الاستقرار السياسي والمخاوف من التأثيرات اليسارية والشيوعية في اليونان ألغى نظام العقداء الدستور اليوناني وحل الأحزاب السياسية وقمع الحريات المدنية واتسم هذا النظام بالحكم الاستبدادي والرقابة على وسائل الإعلام وانتهاكات لحقوق الإنسان كان النظام قد اتخذ موقف قوي ضد الشيوعية وحظى بدعم من الولايات المتحدة خلال السنوات الأولى من الحرب الباردة حكم النظام العقداء حتى عام 1974 عندما جرت انتخابات ديمقراطية أدت لاستعادة للحكم المدني تذكر هذه الفترة في تاريخ اليونان غالبا بسبب القمع السياسي والقيود على حقوق الإنسان التي فرضت انضمت اليونان إلى الجمعية الاقتصادية الأوروبية والتي أصبحت فيما بعد الاتحاد الأوروبي في عام 1982 وانضمت البلاد إلى اليورو في عام 2001 وكانت اليونان من بين أكثر الدول تضرراً في الأزمة المالية العالمية في عام 2008 ونظراً لأن اقتصاد البلاد كان مرتبط باليورو لم تتمكن من تخفيض قيمة عملتها كوسيرة للتعامل مع الوضع كما كانت ستفعل لو كانت معتمدة على عملة محلية ولمواجهة عدم الاستقرار في سداد الديون الخارجية وتحت ضغط من حملة السندات الحكومية والذي كان العديد منهم من ألمانيا قدمت الحكومة اليونانية إجراءات تقشف صارمة أدت إلى بطالة واسعة وأضرابات مدنية في الختام إذا أردنا تلخيص تاريخ اليونان بالكامل فسيكون بهذه العبارات البسيطة على مدى أكثر من خمسة ألاف عام صعدت اليونان وسقطت وصعدت مرة أخرى من العظمة في العصور البرونزية إلى الانهيار في العصور المظلمة والتي تلتها والصعود مرة أخرى في العصور الأراكية إلى مجد لا يقهر في عصرها الذهبي في العصر الكلاسيكي لليونان ثم تأسست ثقافتها الغنية ثم وصلت لعزها في حروب الإسكندر لتنتشر ثقافة اليونانيين في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط وأراضي الشرق الفتح العسكري الروماني أيضا أدى بطريقة ما إلى فتح ثقافي يوناني وتسبب في تصدر الثقافة اليونانية في أوروبا الغربية تمكنت الدولة المغلوبة من البقاء على قيد الحياة بعد روما لأكثر من ألف عام تحت البيزنطيين والذين أثروا بدورهم بشكل كبير على أوروبا الشرقية من خلال العمل التبشيري وبعدها سقط اليونانيين في عصور مظلمة جديدة تحت حكم العثمانين ومرة أخرى صعدوا واستقلوا كدولة يونانية حديثة الحقيقة أن قليل من الثقافات استمرت مثلما استمرت الثقافة اليونانية وقليل من الثقافات أيضا تمكنت من رسم هذه الصورة لدور الحضارة البشرية في التأثير على الناس أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد حازت على رضاكم شاركنا في تعليقات حول رأيك في هذه الحلقة وإذا عجلك محتوانة ادعمنا من خلال الاشتراك وتجد في الوصف رابط لقناة شيء والمتخصصة بالتقنية والبودكاست وركاست ممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع حول التاريخ والثقافة اشتركوا في القناة